السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقولك النهاردة عن اهم العلامات اللي لو لقيتها عندك اعرف ان عندك زيادة في نشاط الغضة الدرقية ولازم تعمل التحليل اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده اللي هي التي سري والتي فور والتي اس اتش من العلامات اللي بتقولي ان في زيادة في نشاط الغضة الدرقية اول حاجة انك تكون عصبي وقلان ومتوتر باستمرار دايما مزاجك متغير تعبان ومرهق باستمرار من اقل مجهود حساس جدا الحرارة العالية عندك تورم في الرقبة نتيجة تورم الغضة الدرقية وزنك بيقل بسرعة وبطريقة غير منطقية ضربات قلبك غير منتظمة قلم بالبطن وتقلصات في الامعاء ايدك واطرافك دايما بترتجف وترتعش نومك متقطع وعندك قرق على طول ومش عارف تنام ضعف وتساقط بالشعر اضطراب في الدورة الشهرية عند الستان دي اهم العلامات والاعراض اللي بتقول ان في زيادة في نشاط الغضة الدرقية ولازم تعمل تحاليل عشان تتأكد هل عندك فعلا نشاط في الغضة الدرقية ولا وتكلمنا قبل كده في فيديوهات عن التحاليل اللي المفروض تعملها علشان تثبت هل عندك مشكلة في الغضة الدرقية ولا زي تحاليل T3 والT4 والTSH فلو لقيت عندك الاعراض ديت وعملت التحاليل لقيت التحاليل فيها مشكلة يبقى عندك مشكلة فعلا في الغضة الدرقية ولازم تبدأ العلاج مع دكتور متخصص بحيث ان يدي لك العلاج المناسب ليك اللي مناسب لحالتك واللي مناسب لمشكلتك بتمنى يكون الفيديو عجبك وافدك ولو عجبك وافدك شيره لغيلك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العزام والعناي بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته